أستاذ وعد اليوم ميسان جاي تنتج ما يقارب 450 ألف برميل من النفط أريد نعرف مخصصات مشروع البترو دولار ما مدى استفادت أهالي محافظة ميسان من هذا المشروع أستاذ بشار مثل ما ذكرت أنه ميسان صدر 450 ألف برميل يوميا سابقا قبل كورونا كان صدر 600 ألف برميل محافظة ميسان هذا البترو دولار ما يجي لمحافظة ميسان ما يقارب أقل أو 10% يعني من الواحد دولار مجلس النواب العراقي في الدورات السابقة قر قانون أنه كل برميل إلى 5 دولار عراقي فعدلت الحكومة أنه كل برميل دولار إحنا محافظة ميسان ما تجينا 10% من دولار الواحد دولار فإحنا بنساءل 90% وين تروح الحكومة المركزية تكون وين تروح 90% من موازنة نوية تروح تعرف إحنا عاطرين على العمل عدنا مهندسين عدنا الاحتصامات اللي بالفترة الأخيرة احتصامات المهندسين مهندسين نفط اللي هم بقوا سنة أستاذ طاضل ذكر أنه نسبة الفقر في محاكم ميسان 45% أستاذ مثل ما أقول لك يعني عدنا مهندسين نفط خضيجين احتصموا لمدة سنة كاملة في باب الشركات النفطية عدنا جولات تراخيص جولتها بتروت شاين شينو فهذا نثنين شركات يعني جني اشتغلنا بمحافظة ميسان وأضرنا حقيقة بمحافظة ميسان في بعض الطرق الرئيسية يعني احنا عدنا عاطلين عن العمل وأنا من خلال هذا برنامجكم وقناتكم يعني حتى عدنا بالنسبة للرعاية الاجتماعية يعني هاي النسبة بالرعاية الاجتماعية اللي ذكرها أستاذ فاضل أنه 80 ألف شخص أعتقد باحث عن عمل المسجلين في وزارة العمل هاي الثمانين ألف يعني عدد مو قليل بالأضافة إلى عندنا محاضرين مجانيين يعني هاي لو تجينا التسعين بالمئة يعني جتنا هاي نوفر بيها وفرة ما ليصير للعمل للتربية للمهندسين شركات النفط فهمها يعني هاذا هاي نسبة الفقر ليش تجاهدش نسأل ذكرت خلال كلامك إنه الشركات البترو تشايني هاي جاي تدفع ما يقارب خمسة مليون دولار سنويا منافع اجتماعية هاي وين جاي تروح هاي حتى هاي الشركات يعني جيب عمالة من الخارج جيب عمالة من بلدانها إحنا بالنسبة لمحافظة ميسان ولو أنتم من محافظات عزيزة علينا يعني تجينا عمالة يجونا من الأنبار عمالة يجونا من السماوة عمالة يجونا من باقي المحافظات وإحنا البطالة عندنا محافظة ميسان والأضرار عندنا محافظة ميسان يعني إحنا مثل ما يقول إحنا متحملين الضرر خاصة في قضاء الكحلة وقضاء وناحية المشرح يعني هما يبيها الشركات النفطية يعني محافظة ميسانية حتى بالنسبة للغاز اللي يطلع من هاي الآبار اللي تطلع فما ما عرف شلون الدولة انه شلون جاي تشتغل شلون جاي يعني هاي النسب على وزارة المالية انه تخصيصاتنا التسعين بالمئة الباقي من الدولار كونت ترجح على المحافظة حتى يصير شغل بها